فعلى جروحي ودمر غافي ونهب روحي نجم طافي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا أبا عبد الله كربلا ما خاب من تمسك بكم سعادتي وأمن من لجأ إلى حسنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا أليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيمة هذه دارهم هذه دارهم تهيج شجوني كيف حبس الدموع بين الجفوني جودي جودي بالدمع فوق خدي جودي هذه دار صحبنا يا عيوني باعد والبعاد أمر مريب وبما لا أطيقه حملوني واصلوني دهرا وما كنت أدري بعد وصل ورحمة يهجروني أيها اللائمون كف ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني تلك ذكرى لها تهون الرزايا وهي من أمها تريب المنوني وحي من أمها تريب المنوني وحي من أمها تريب المنوني ماذا صنعت بزينب قال تركت زينب تنادي وحسينة تركت زينب تنادي وحسينة يا ابن أمي ووالدي روحوني غيرتني مصائب الطف حتى من يعرفوني لم يعرفوني أنا زينب وشان الشرف من شاني أنا زينب أو شان الشرف من شاني وراوان الزمان أشكال راواني أنا زينب لجانت تحلف بجاه الناس أنا طاوعت الزمايان وهبطت الرأس رأس شعالي يا زينبها يا عقب خوة تحسين والعباس أنا الزجر والشمر يا ناس ولياني والله محلاي محلاي أي آية الأخي يتنعد أخوان تعيش مدلل أو ما يوم تنهان تستيقظ في منتصف الليل زينب أنا لقعد ابن الصلي أين وحدي هاقعي يد وحطي يد على خدي خوي على خدي ومسج بدل عنار وجدي وجدي ولمن يطمني تراب لحدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نال الله وإننا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ينقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صل على محمد وآل محمد الآية الكريمة صل على محمد الآية الكريمة أخواني آية النور في سورة النور وسميت سورة النور بسورة النور لأجل هذه الآية هذه سورة النور فيها آية آية النور وليش يقول له آية النور لأن فيها كلمة نور الله نور السماوات والأرض طبعا هذه الآية قبل لا أبدأ بها مولانا من جملة الآيات التي تشير إلى أربعة عشر معصوم ونحن نعلم على أن المعصومين في القرآن ك REPL Stand عذا ما انت ذكو هذه الآيات التي تذكر أهل البيت والمعصوم على أقسام آيات تشير إلى أربعة عشر معصوم آيات تشير إلى خمسة من المعصومين آيات إلى أربعة ثلاث اثنين واحد من المعصومين من فرد من جملة الآيات التي تشير إلى أربعة عشر معصوم هي سورة الفجر أنا مو أربعة عشر معصوم عندنا الأولى شنو مولاي أنطيك بس مثال واحد بسم الله الرحمن الرحيم أقرأوا ياهي والفجر وليالي عشر والشفع وال هاي تشير إلى أربعة عشر معصوم وين أنت تعرف الفجر شنو الفجر نور ينفجر في وسط الظلمات اقلوا لفجر النور الآن ليل يأتي النور يشق صدر الظلام فشي سير فجر الفجر نور ينفجر في وسط الظلمات سموه فجر الظلم والجور الظلم والجور نور لظلمات ظلمات العدل والقصد نور عفية الذي يأتي بالعدل والقصد حسب الروايات حسب الروايات الذي يأتي بالعدل والقصد في وسط الظلمات والظلم والجور الإمام الحج سلام الله عليه ولهذا عندنا رواية في ذلك لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي بعد وكنيته كنيتي فإذا ظهر يملأ الأرض قصة يعني نور بعد بعدما ملأ ظلما يعني ظلمات ياغو هذا الذي يأتي بالنور في وسط الظلمات يفجر النور في وسط الظلمات كما يفعل الفجر ياغو إذن الفجر من قالوا الفجر هو الإمام الحجة ابن الحسن العسكري الإمام المهدي هذا الفجر مولانا بعدين وليالي 10 الليالي 10 من الحسن إلى الحسن يعني من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري. ايش قد يسيرهم? عشرة. اصحنا من باب البركة. نجيبهم بالله عشرة لو اقل اكثر ها? نعدهم من باب الاسماء هم بركة هم. الامام الحسن العسكري. عشرة كون يسيرون. الامام الحسن العسكري. ابن الامام ال? هادي ابن الامام ال? جواد ابن الامام ال? احشوا يا يجرب روحك. اليوم اذا تخطئ انت عادي بس منكر انك اذا خطيت بيهم ترى تروح بي. اي. اي. تشيك روح اكسب الله. زين? اه السريع. زين? الامام الحسن العسكري ابن الامام ال? هادي ابن الامام ال? جواد ابن الامام ال? رضا ابن الامام ال? كاظم ابن الامام ال? صادق ابن الامام ال? باقر ابن الامام ال? سجاد ابن الامام ال? حسين اخو الامام ال? حسن اش قصره? عشرة. والفجر واحد اش قصره? احد عشرة. اش قصره من اربعة عشرة مولانا? ثلاثة. والشفع والوتر. الشفع تعرف بعد. الشفع كله اثنين مثنى مثنى يسمونها شفع. مثل الليل والنهار الشمس القمر الحق الباطل الخير الشار الذكر الأنثى المشرق المغرب الرجل المرأة عندنا ركعتين صلاة الليل سمنا صلاة الشفع ليش صلاة الشفع لأنها ركعتين الشفع ياهم اثنين الشفع علي وفاطمة الله مصلي على محمد والي محمد اثنين وعشرة اثنى عشر وواحد ثلاث عشر شنو ضل ضل واحد بس الوتر الوتر عن الفرد ما لا ثانية عندنا ركعت الوتر بصلاة الليل الوتر الوتر بعدها يقع أعلى شيء بعد الوتر هو محمد المصطفى الله مصطفى العلام محمد والي محمد إذن هذه من جملة الآيات التي تشير إلى أربعة عشر معصوم هذه الآية آية النور أيضا تشير إلى أربعة عشر معصوم راح ندخل في صلبها بدأت الآية بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض الله نور تعرفون شنو من نور هذا النور يعني التشبيه عجيب هذا يقول الله نور لما يقول الله نور يعني شنو نور النور محسوس لما مو محسوس وبعدين محدود لما مو محدود النور النور هم محدود النور نور العادي هم محدود وهم شنو هم محسوس زين فكيف يشبه نفسه بالنور ليش إذا كان النور هسه محسوس قاعدة تشوفها الآن ومحدود يعني الإنار مارت محدودة ويوم من الأيام ينطفع وما يظل حدا بجد الدهار هذا اللي قد يظلمون يوم يوم سنة سنتين عشر مئة مئتين يطق ويحترق صعلوا إلى نهاية فلماذا الله يشبه نفسه بالنور قبل لا أقول لك لماذا احنا عدنا عدة مصاديق نور في القرآن الكريم أنا يمكن عددها الله نور لو مو نور نور احسبها الأول وين الله نور؟ الله نور السماوات والأرض الإسلام نور لو مو نور نور وهذا الآية بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله أي نور الله للإسلام يعني دين الله الثالث القرآن نور لو مو نور القرآن نور هذا نطق آية بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا النور الذي أنزل معهم النور الذي أنزل مع من؟ مع رسول الله إذ جاء الصارة؟ الله نور؟ الإسلام نور؟ القرآن نور؟ الرابع الإيمان نور لهم نور؟ الإيمان نور، وإن الرؤية؟ بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم؟ إذ جاء الصارة؟ الله، الإسلام، القرآن، الإيمان، أربعة الخامس مولانا الخامس النبي نور اللهم نور النبي نور أطيق آيتي الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم أرسلنا إليكم نورا نورا النور وكتابا مبين النور ياهو رسول الله صلى الله عليه وآله عدنا آية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه بعشنه إنا هنا هنا وسراجا منيرا إذن النبي نور لو مو نور نور إذن قصروا خمسة أو ستة خمسة بالله عدموا يا أي الله نور الإسلام نور القرآن نور الإيمان نور النبي نور هاي خمسة السادس الإمام المهدي نور لو مو نور إذا تقول نور طيني آية عافية بارك الله فيك الإمام المهدي نور وين العاية أحسنتم ولاي بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنوري ربها هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فهي ستة السابع الإمام علي نور لو مو نور الإمام علي خوه نور وستة بعد علي بن أبي طالب نور ليش نور؟ لعدة أدلة من جملتها آية ومقارنة الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به النور هنا ياهو علي أمير المؤمنين وكذلك إذا كان علي نفسه رسول الله وأنفسنا وأنفسكم فالله شيعبر عن النبي وسراجا منيرا فعلي بن أبي طالب هو سراج المنير إيش قصوا أروا ستة لو سبعة 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 مو أنت رضيعتها سبعة الثامن الثامن أهل البيت العين ما نور لهم ونور ها والنور في زيارة الجامعة وجعلكم وخلقكم أنوارا بعرشه شدو محدقين أنوار أنوار نور إيش قصوا أروا ثمانية تاسع العلم نور لهم ونور العلم نور وين رواية معروفة عند الفريقين ها قال رسول الله العلم نور يقضفه الله في قلب من يشاء إيش قصوا أروا ثمانية تسعة شاطر ما شاء الله عليك زين تسعة مولانا والجميل هنا هذه الأنوار اللي ذكرتها خلي الله ثمانية غير الله ثمانية هذه الأنوار التي ذكرتها كلها نورها منين من الله كل ما يأتي من الله فهو نور شوفوا دين الله نور ليش يجأ يجأ من النور كتاب الله نور رسول الله نور الإيمان من الله نور حتى العلم نور يقضفه الله في العيمة نور الإمام علي كل ما يأتي من الله هو هو نور إذن مصدر النور على وجهessa مصدر النور الأولى أجمل ما يكون بالعالم وألطف ما يكون في العالم هو النور جداً جميل وجداً لطيف أصلاً هو اللي يجمل حياتنا ياهو النور الآن له هذه الحسين نروح بها النور ما تشوف شيء انت خلص راح زين جمالها ما يبين اللي يظهر لك الجمال ياهو النور ها آية واحد اثنياً أسرع ما في الكون ياهو النور ولي هذا شكراً سرعة النور ثلاثمائة ألف كيلو متر بالثانية يعني يدور حول الأرض أقل من ثانية في سبع مرات يدور حول كرة الأرضية سبع مرات أقل من ثانية هاي سرعة النور ولهذا الرعد لما ترعد السماء أول تشوف نور لو تسمع صوت أول ما تشوف النور من بعد وتسمع شنو؟ تسمع الصوت يعني سرعة النور شنو؟ أسرع وأكثر من الصوت وهذا حقق ايش ما نصار؟ فإذا أسرع ما في الكون هو النور هاي اثنين إذن أجمل النور أسرع النور الثالثة اللي جداً مهمة النور ضاغر بنفسه مضعر لغيره أنت شون تشوف الأشياء؟ مؤسس شوفني وأنا شوفك؟ شون مورانا؟ النور يضرب بي ينعكس مني إلى عينك إذا النور وصل لعينك شون أنت؟ شوفني واضح مورانا؟ إذا سبب رؤية الأشياء يهم؟ النور هذه بأجمعها أطبقها على الله سبحانه وتعالى الله أيضاً نور لكن نور الله ليست كبقية الأنوار نوره ليست كبقية الأنوار هل توجه إلى عينك؟ لا أضيعه هناك جوية لم أكن أتخenser بس أحبها لا توجه إلى الملاحظ الله موجود لما ولا ولا لا أنت موجود لما ما لا أنت موجود بس شعال شن فرق؟ أنت وجود الأنوي موجود أكبره لما أكفبره هذا وجود هذا كموجود بس وجودك ووجود الله واحد؟ طبعاً لا هو وجود موجود لما موجود أنت موجود أنت موجود هذا موجود هذا موجود شنون يعني يعني وجود الله وجودك أنت واحد طبعا لا وجودك أنت يسمونه ممكن الوجود ممكن الوجود يعني أحد أوجدك واللي أوجدك أكو واحد أوجده واللي أوجده أكو واحد أوجده يعني أكو واجد واضح مورانا واحد يجيب الثاني واحد يجيب الثاني هذا يسمونه ممكن الوجود كل شي غير الله ممكن الوجود المشي يسمونه واجب الوجود يعني وجود بذاته لا يحتاج إلى من يوجده واضح مرانا إذن الله موجود وإنت موجود بس أين هذا الوجود وأين هذا الوجود أكو فرغ بين هذا الوجود و هذا الوجود وهذا حبيبي زين هذا النور أو الله هم نور بس وين هذا النور وين ذاك النور هذا النور يختلف مع ذاك النور هذا النور محدود ذاك النور ليس له حد هذا النور إلى حد معين ينطفئ ذاك النور سرمدي أزلي هذا النور مولانا محسوس ذاك النور غير محسوس إذن أين ذاك النور من هذا من هذا النور إذن هذا النور يذاك النور هذا الوجود يذاك الوجود شنو مولانا يختلف وضع مولانا إذن الله نور ليس كأي نور ولهذا ما قال شوفوا قال الله نور ما قال النور الله توجهوا إخواني إذا ما أدري أنتم مفتهمتوا ما أفتهمتوا ما أدري الآيش قالت شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم الله نور ما قال النور الله تعرف إذا قال النور الله اش قد يختلف في الشرك اش قد يختلف في المعنى اذا قال النور الله اذا قال النور الله يعني كل نور هو هو الله نسفير مجوس المجوس والزردوش يساون اي شي مضيء نور شنو مولانا يعبدونه ليش عدم النور الله واضح مولانا اذا قال النور الله يعني كل نور هو الله بس ما قال النور الله قال الله نور الله هو خالق النور بس نور الله غير هاي بقية الأنوار فإذن أكون فرقه هاي بين هذا النور وهذا النور بين هذا الوجود وهذا الوجود بين هذا الشيء وهذا الشيء الله ليس كمثله شيء وضعوا لنا زين خلينا نكمل الآية قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية هاي شنو مولانا أولا المشكات شنو خلاش رعلك هي شنو هالالمعنى المشكات الشياب يتذكرون وأكيد انتم شايفين بإيران هواي كانت هذه اليوم أكاد في بعض البلاد القروية في بعض البلاد الفوق يعني القروية بيها المشكات الكوة أكو يسوون فرشباش زغير بالحايط يسوون شباش زغير بالحايط ما لمنفذ برة لمنفذ بس داخل روشنة هاي الكوة هذا المشكات يسمونه هذا شي يسبب مولانا يخلونه يحفظ الشمعة أو يحفظ المصباح يحفظ النور من الهواء الهواء ما يصيبه فهذا يحفظه ومن جانب ثاني يركز النور أكثر وينشره أكثر ليش ولهذا بعض البلاد بعض القرى شي يسوون إذا أخلوا الروشنة على قولتكم إذا أخلوا هذا الكوة المشكات شي يخلون يخلون جامع زجاجية شو يسوي تحكش النور خاطر تنطل نور شنو وجه أكبر وأكثر وهذا حبيبي إذن هذا الفتح اللي يصير بالحايط يسمونه شنو مشكات قديما كانوا يسمون حالة فانوس فانوس زجاجي إلى باب وإلى مولانا فتحة من فوق باب وفتحة يصير مربعة شوية هذا يسمونه مشكات هذا اللي يخلون المصباح داخلي يسمونه شنو مشكات زيد مثل نوري هي كمشكات فيها مصباح هاي الكوة شبيها بيها مصباح المصباح شنو المصباح شيئين هذا شوف شايفين هذا المولانا أكو المخزن اللي يخلون بي الزيت ها يخلون بي الزيت وبيه فرد فتيلة صغيرة اي هذا الفتيلة وهذا المخزن شي سمونه مصباح هذن الثنيين مصباح توجوه لين هذا بيها حشي زيد تشبيه بيها مثل ويضرب الله الأمثال للناس زيد هذا الفتيلة مع هذي شي سمونه مصباح هاي المصباح وين صار بالمشكات زيد فيها زجاجة مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح وفيه زجاجة هذي اذا خليتها شمعة وشغلتها مولانا ان الهوى ما يصيبها زيد المشكات تحفظها خاطر نورها يكثر يصير جريان هوى صحيح شي سوون يجيبون زجاجة قعدونها عليها بيها فجوة صح له لا زجاجة صح شو سوها هاي الزجاجة هاي تنظم الهوى تنظم الهوى الشعلة الشعلة هذي الشمعة النور يصير شنو مولانا ليش لتنظيم الهوى هسه عرفنا المشكات شنو الكوة الفتحة المصباح الفتيلة هذي مع الزيت اللي يخلون يعني هذا مكان الزيت يعني والزجاج خل زجاج هذا هذا يحتاج الى مولاي يحتاج الى زيت لو لا احسن زيت يا زيت زيت الزيتون بزمان النبي هسه اكو احسن من عنده بس بزمان النبي احسن زيت للعضاء شنو كان زيت الزيتون يخلونه بهذا بالمصباح ويشعلون مولانا شنو المصباح يشير نور عالي يشير نور عالي بس هذا الزيتون لا شرقية ولا غربية شنو لا شرقية لا غربية ما ادل عدنا لبنانين هنا يعرفون اي مولانا اهل الزيتون يدرون احنا عدنا شجرة تنزرع منها شوف هاي الحايط عده بستان شبير وين يجيب شجرة الزيتون يخليها يم الحايط كلش يم الحائط إذا تطلع الشمس منها زين ما يطقها شمس من هي يطقها بس من المغرب من جهة المغرب هاي يسمونها شنو زيتونة شنو غربية غربية يعني شنو يعني شمس يطقها بس من هي من المغرب هاي الزيتونتها زغيرة مو حلوة زين ما تفيد وحتى زيتها ما يفيد سامحون يا المرة لا يجي واحد فلاح يخلي وين الشجرة يخليها ذاك الصوم هناك يم ذاك الحائط الشمس من المشرق الصيبة من المغرب ما تصيبها شي سمونها هاي شرقية هاي هم زيتها ضعيف زين وحتى حبها هذا حتى الزيتون مو زين بس مرة وين يشتل الشجرة ولا أنا يزرحها بالنص من تطلع الشمس إلى أن تغرب الصيبة الشمس هذا أحسن زيت وأحسن زيتون الله يقول هذا المصباح المصباح اللي علي زجاجة ينظم الهواء واللي بالكوة يحفظه من الهواء بأحسن زيت لا شرقية ولا غربية من زيت الزيتون المعدل اللي بالنص وأرحمه لانه يعني أحسن زيته دوامة أكثر والشعلة أعلى زين زيتونة يذكرها شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زين زين شنو هذا الحتي هذا المثال هذا المثال إلى أن يوصل يكاد زيتها يضي يعني جدا نارها ونورها عالي زين ولو لم تمسسه نار نوراً على على نور هنا هذا الحتي شي يقول هذا شنو المعنى شنو هذا المثال يقول كمثل نوره مثل نوره كمشكات شنو هذا المعنى البعض يقولون إشارة إلى الإيمان شي يقولون يقولون المشكات اسمع المشكات صدر المؤمن المشكات صدر المؤمن واضح مولانا؟ المصباح النور الإيمان المصباح النور الإيمان الزجاجة قلب المؤمن والحمولاي إذن الله سبحانه وتعالى جعل صدر المؤمن مشكات كوه وداخل الصدر قلب قلب المؤمن زجاجة داخل القلب إيمان شنو مولانا مصباح هذا الإيمان الذي في قلب المؤمن هو في صدر المؤمن المصدر ماله والمنبع مال أمنيا من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية وهو الوحي الإلهي الوحي الإلهي الخالص والإيمان الخالص وهو الذي جاءنا من قبل محمد وآل محمد وهذا شنو صار بولانا إذن ش قالوا عبروا عنا بالإيمان إحنا شنقول هذا الرأي صحيح بس أكو رأي أقوى شنو هذا الرأي الأقوى الرأي الأقوى نقول لا مولانا مولاي مثل نوره كمشكات أسمع أشغال الإمام الباقر عليه السلام قال مثل نوره أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل نوره كمشكات المشكات هي فاطمة بنت محمد كمشكات فيها مصباح المصباح علي صهر محمد أعلى أعلى المصباح في زجاجة الزجاجة وهما الحسن والحسين عليهم السلام الله أصلي على محمد وآله إلى أن يوصل شي يقول نور على نور يقول الإمام الباقر أي إمام بعد إمام الله أصلي على محمد وآله محمد يعني معناها شنو معناها في كل زمان شنو إمام لا تخلو الأرض من حجة خلي أقرأ لك أنا رواية رواية جدا جميلة عن الإمام نعم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ينقلها نعم شي يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول المشكات نور العلم في صدر النبي شوف هذا التفسير دقيق نور العلم في صدر النبي المصباح في زجاجة الزجاجة صدر عليه فصار علم النبي إلى صدر علي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال علي أمير المؤمنين علمني حبيبي رسول الله جد ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف وعلى رواية ألف ألف الباب هاي رواية قطيك بعد رواية أيضا عن الإمام السجاج صلوات الله وسلامه عليه أو عن الإمام الباقر نقرأ الرواية الأطول خاطر نختب نعرج لالأنصار والأصحاب الإمام الباقر عليه السلام أبد أبد الكابلي أبو خالد الكابلي يقول سألته الإمام الباقر عليه السلام سألته أبا جعفر عن الآية الكريمة زين فقال يا أبا خالد أسمع أسمع أخواني بس هاي تريد لكم صلوات قوية زين قال يا أبا خالد النور مقال الله نور كمثل نوره كمشكات النور ياهو قال النور والله قاعد يحلف الإمام الباقر النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة هم والله نور الله الذي أنزل الله وهم والله نور الله في السماوات والأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيء بالنهار شنو من نور هذا مولانا شنو من نور قاعد يقول الشمس قد قوي يا مولانا بالنهار الإمام الباقر يقول نور الإمام حب الإمام نور الإمام في قلوب المؤمنين وشيعته أنور من نور الشمس بالنهار وهم الله ينيرون قلوب المؤمنين ويحجب الله نورهم عن من يشاء أكبر بعض الناس ما أعدهم نور آل البيت فشي يسر مولانا بالقلوب ظلماء ظلماء صحيح أو لا فإذن شي يقول الإمام سلام الله عليه يقول يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلبه الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر الله مصلي على محمد وآه لي محمد ماذا مصلنا للنور خلطك أنا بعد رواية شوية شجعك مولانا يوم من الأيام الإمام عليه عليه السلام قاعد يم النبي احنا ما عدنا غير أهل البيت شاعدنا لا تحشون عنه أهل البيت لا تحشون عن الإمام عليه لا تحشون عن المشauge حش نحش عمي زين الإمام عليه عليه السلام قاعد يمن نبي صلى الله عليه وآله وسلم اش قال قال ان الله خلق الله اسمع اسمع ان الله خلق من نور وجه علي اسمع اسمع ان الله خلق من نور وجه علي سبعين ألف ملك يستغفرون له ولشيعته إلى يوم القيامة اللهم صلى على محمد وعلي محمد بعد فضيلة بعد فضيلة مادام دخلنا في فضاء العلي ابن الاطالب بعد فضيلة الجنة الجنة بيها شمس ولا ما بيها الجنة شمس ه critique الجنة ما بيها شمس ليش الله يقول لا يرون فيها شنو شمس ولا اذا شمس ماكو برد هم ماكو كل الهوام واحتدل يعني اذا شمس ما بيها ظلمة لا مو ظلمة اذا وين النور يقول بينما اهل الجنة في الجنة اذ يرون نورا ساطعا كنور الشمس في الدنيا فيقلوا لإلهي قد ذكرت في كتابك الحكيم لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا إذن ما هذا النور الذي نراه كنور الشمس في الدنيا قال هذا نور أمتي فاطمة الزهراء وعبدي علي المرتضى الله مصلي على محمد وعلي محمد إيش نحشى عن فضائلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يجذبون العالم يجذبون العالم الله عجيب شوف هذا الحسين سلام الله عليه شمسوا بالناس الحسين والله عجيب أخواني إذا أنت منه اللي يمد وراك تقعد بالحسينية وتجي هذا الطريق وعندك شغل وعندك عمل وعيال وأطفال وكذا وزوجه جاي ياهو أنا جاي بك لا والله مؤان حب الحسين عليه السلام لو ما أقرأي حسين ما تجي أنت وضع مولا هذا يعني مرة مرة عدها طفل مرة عدها طفل وطفل الثاني بيدها الثاني تطلع من البصرة مشيا إلى الحسين ما يعرف الحسين شي يقول يقول هاي مخبضة مجنونة لا لي أنت تقول أنت المجنون لا هي مو مجنونة هذا عين العقل حب الحسين عقل حب الحسين عقل ليش أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل قال له أدبر فأدبر قال بك أثيب وبك أعاقب ولا أكملتك يا عقل ما تكتمل أنت ولا أكملتك إلا في من أحب يا عقل إذا حبيت اللي أنا أحبك أنت كامل زين يقول لي الله يحبه أحب الله من أحب حسين إذا بيت الحسين بقدر حبك للحسين العقل يتكامل رجال شايد رجال شايد مليض ما بيمشي منه مسافة حد الحسين المشي وشفتوا هذا الرجل اللي مقرم شفتوا هذا هذا شلل مقرم ما يمشي على رجليه مخلي رجليه هنا على ركبه ويمشي للحسين زين من اللي يمودي وراك بها القتيل والذبيح والسليب والنهيب وكل شيء أكو بعد عطيش وتعاب ومطر وكذا فلاطين ويمشون للحسين يمكن لله تعابت حجي يقول لا لا ما تعابت ليه جاي حجي مات تعاب عندك أولاد قل له لا أنا السنة الماضية بالانفجار مات ابني وهس جبت ثمين أولاد يمكن يموتون في سبيل الحسين شنو الحسين هذا ماذا يصنع يقول له أنا ابن العام راح وهس جاي باثنين أولاده يمكن أفديهم للحسين يمكن أفديهم للحسين ماذا صنع الحسين عابس عابس يطلع يزع الضرع ويطلع يروح يا عابس أجننت تخبلت يا عابس يقلهم جننني حب الحسين حب الحسين جننني حب الحسين جنون لا تلمون الشيء على حب الحسين عليه السلام يبتي أو يمطم أو يفدي كل شيء للحسين يقول أنا مقصر وجهي أسود قدام الحسين أو صدق مقصرين الحسين أعطى كل شيء مولاي الحسين ليعرف الحسين يعرف من هو الحسين حبيب يطلق الدنيا ويطلق العالم كله ويجي يوصل الحسين عند اثنى عشرة يوزع عشرة وضرائة تتهافت الأنصار سيدي هاي الرأية إيه لي هاي رقل سيأتي صاحبها سيأتي صاحبها من صاحبها قلم ترقب وإذا غبرة من بعيد يشوفونها انجلة القبرة وإذا به حبيب 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 أجي حبيب وصل للحسين نزل من على ظهر الجواد لا والله ما نزل ألقى بنفسي من على ظهر جواده وإجه زحفا زحفا للحسين زحف يجي للحسين يأخذ التراب يحث التراب على رأسه يقول له عذرا إليك سيدي يا من الزهرة أنا تأخرت عليك يقبل إيده ورجل الإمام سلام الله عليه يوصل للإمام يعطيه الراية زينب في خيمتها تسمع صوت فرح فرح الأنصار والأصحاب تسأل أخي يا عباس ما الخبر شي يقول العباس اسمعي يقوله أخي زينب جاء عمنا حبيب يعبر عنا عمي جاء عمنا حبيب آه أتقل زينب زينب هذه العظمة أتقل أبلغ عمنا حبيب السلام سلمني عليه زينب السلم على حبيبة يعني Bryan عظيم حبيب أبلغ عمنا حبيب السلام يجي أبو الفضل العباس يحمل سلام الحوراء زينب. يقل لعم يا حبيب ان اختنا زينب تبلغك السلام. يروح يم الخيمة يشيل التراب ويحثوها على رأسه. شي يقول يقول من مثلي وزينب بنتو امير المؤمنين تسلم عليك. انا مني يا 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 وتسلم عليك. خويا بغت المرتبى وحامل حميل. هاي هاي مدللة عباس هي. الله الله يا حبيب هذا حبيب ها? هناك الانصار. كلهم مجزلين على وائجة الرمضة. والحسين ينادي باسمائهم. الاهل من ناصر ينصرنا. الاهل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. واذا صوت الحراء زينب خويا ما يعينك ما لك يعينه. خويا ما لك يعينه اذا قامك على الغبر مطاعي. يا حسين يا نمني يا نجيب المرتضى منيك. واو يا فزع وفريد فزع على حسين. يطلب ونثار بدر وحليء. الله يوم العاشر من المحرم. ما بات نايب تسجل اسمائة حبيبة ان شاء الله. اليوم حبيبة سجل الاسماء. ها? شيخ الانصار ها? يوم العاشر من المحرم يأتي النداء اقطعوا اقطعوا رأس الحسين ورؤوس اصحابه. يقطعون الرؤوس. رأس من بعد رأس. رأس من بعد رأس. يجيون الرؤوس على رمح. يخلون امام عمر ابن سعز. يجيلهم اقو راس ناقص اقو راس ما اشوفه. قللوا لسيدي هاي كل الرؤوس. قللهم لا كان. قلالهم اقو طفل من حسين قتله وحرمه. اقو طفل من حسين قتله وحرمه. اين رأسه? واحد قال لسيدي شفنا دفنه الحسين في جنب الخيمة. ماذا صنعوا? ماذا صنعوا? خلوا عشر من الرماحة. زلم كل واحد عنده رماح اخذوا يطعنوا من الارض الرماح الى ان نبت احد الرماح في صدر الرضيع. اخرجوا الرضيع وحزوا رأسه. امام امه الله اكبر. ووضعوا رأسه على الرمحة. قطع الرؤوس. الا رأس الحرم يزيل الرياحي. خلوه. عدوا من من الحوراء زينب. قالت هذا جسد اخي. اكو ناس شالوا اهل البيرة شالوا. هذا النعش لمن? قلوه يا زينب هذا نعش الحر. اين اين ابن والدي? اين الحسين? قلوه يا زينب ذاك هو الحسين. نظرت زينب واذا بالخير تنعب على صدر الحسين? اين المنادي وحسينة? ايوه اماما? لا دخجل لا دخجل. ايوه حسينة? نظرت زينب العشي يا رجال تبحى الريض. اين كين منهم عالية شال تلغيم? خويا باس ضلوي لما عيدهم عشي. الضحايا على التروم من غير ترس. الله خلوه زينب على ابن اقين. وبعدوها ابن حسين. وعينها تربي على الحسين. الى اين? اشوف اشوف راس الحسين امامها. ورأس ابن الفاضلها والرؤوس امامها. ظلت تتعاين من حادها. نقلنا بيدا يا حاد الضعن. ضل الضعن. بيداي 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 دلياي للفقد بالسرجات. بيداي 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 يريض الخلق اسلح سيقي الفيداي. وادفن ليلى يضل جسمه البي. وصدرايا لما ينشاد شعلا وصدرايا أخوي مرض الغضل وصدرايا وصدرايا من ولجاب كافور وصدرايا ومن غسل غريب الغاضرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للشفاء المرضى قضاء الحوائج اللي وصلنا بالدعاء عدنا مريضة جزاكم الله خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السم 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 يا كاشف السم والبلوى شافي وعافي كل مريض يا الله بلغس من أوصانا بالدعاء من قصدناهم بالدعاء من على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله اللهم الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جحفر يا الله عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وإلى أمواتنا وأمواتكم مؤسسي هذا المعتم الشريف الفاتحة مع الصلوات